أهلا بكم سنة 5 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنحل إن شاء الله مع بعض امتحان محافظة الإسماعيلية إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية الفصل الدراس الأول على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول أكمل ما يأتي رقم واحد يتكون نقط من كائنات حية وعناصر غير حية أقول له مين؟ أقول له النظام البيئي النظام البيئي بيتكون من حاجتين كائنات حية وعناصر غير حية رقم اثنين يستخدم نقط في صنوعة الأسلاك الكهربية طبعا إحنا درسنا قبل كده وقلنا إن النحاس هو الذي يستخدم في صنوعة الأسلاك الكهربية السؤال رقم 3 يؤدي موت نقط التي تتغزى عليها الأسماك إلى انتقال الأسماك إلى مكان جديد أقول له طبعا يؤدي موت التحالب لما التحالب تموت مين ليس بحصل؟ طبعا التحالب دي تتغزى عليها الأسماك فالأسماك مش بتلاقي أكل مين ليس بحصل؟ بنلاحظ أن الأسماك بتعمل إيه تنتقل إلى مكان آخر جديد السؤال رقم أربعة المادة التي تتباعد جزيئاتها عن بعضها وتنتشر بسرعة كبيرة هي أقول لك المادة الغازية ليه؟ لأن طبعا جزيئاتها بعيدة عن بعض خالص وكمان منتشرة بسرعة كبيرة دي المادة إيه؟ الغازية السؤال رقم بي يعتبر الكتاب والصوت والماء من أمثلة المواد المختلفة حدد الخطأ في العبارة طبعا أقول لك إيه؟ الكتاب والماء دول يعتبروا إيه؟ مادة لكن الصوت ليس إيه؟ ليس مادة هذا هو الخطأ يبقى الخطأ إيه هو؟ أقول لك الصوت ليس مادة السؤال الثاني ضع علامة صحة أو علامة خطأ أمام العبارة إيه؟ الآتية خلي بالكم معي حبيبي السؤال الأول تدخل الغازات إلى النبات من خلال الأوراق أقول له العبارة صحيحة وتحديدا منين من حاجة اسمها الصغور اللي هي دي بيتنفس منها إيه؟ النبات السؤال رقم اتنين التبخر طريقة من طرق فصل المخليط أقول له العبارة صحيحة رقم تلاتة تساهم الرياح في نشر البزور إحنا درسنا الكلام دوت في درس انتشاري البزور وقلنا إن الرياح بتساهم في انتقال ونشر البزور السؤال رقم أربعة الحيوان الذي يتغزى على النبات مباشرة يعتبر مستهلكا سانويا أقول له العبارة خاطئة طبعا اللي بيتغزى على النبات مباشرة ده مستهلكا أوليا السؤال رقم بها أعليل يعني أذكر السبب يعني لماذا يعني ليه؟ عند موت الكائنات المنتجة يحدث خلل في الشبكات الغذائية أقول لك لأن الكائنات المنتجة يعتمد عليها بواقي الكائنات الحية في الحصول على إيه؟ على الطاقة وإحنا عارفين إن الكائنات المنتجة دي اللي هي مين؟ أقول لك اللي هي النباتات أسأل رقم ثلاثة صل من العمود با ما يناسب ما في العمود ألف يعني إحنا هنوصل رقم واحد أو ألف المادة المخلوط المركب التغير الفيزيائي بالنسبة للمادة إحنا عارفين إن المادة معناها إيه؟ أقول لك كل ما له كتلة ويجغل حيزا من إيه؟ من الفراغ ده اسمه مادة طيب بالنسبة للمخلوط المخلوط طبعا بيتكون من مادتين أو أكثر ويمكن إيه؟ ويمكن فصلهما رقم ثلاثة المركب طبعا المركب ده بيتتحد أجزائه مع بعض عشان تكون مادة إيه؟ تكون مادة جديدة السؤال رقم أربعة التغير الفيزيائي أقول لك ده تغير في شكل المادة وليس في تركيبها السؤال رقم با استخدم الكائنات الآتية لتكوين سلسلة غزائية صعبان جراد نبات ضفدأ طبعا عشان أكون سلسلة غزائية لابد أن تبدأ من كائنات منتجة اللي هي إيه؟ اللي هي النبات ثم تنتقل الطاقة إلى الجراد ثم بعد ذلك الضفدأ وأخيرا السعبان بكده حذب قلبي ننتهي من حل امتحان محافظة الإسماعيلية أدارة شمال الإسماعيلية التعليمية من كتاب سلاح التلميز بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد